مصدر في لجنة الحكام المصري قال لنا لرقم عشرة إن أمين عمر عمل خطائين في هذه المباراة هم شافوا إنه خطائين في هذه المباراة مباراة الزمالك والمكهور العرب مصدر في لجنة الحكام قال إن أمين أخطأ في عدم إشهاره بطاقة حمراء ضد حاتم سكر في تدخل عنيف على قدم لعب المقاولين هتولي لقطة يا جماعة وأنا بقول للخبر حاتم سكر كان دخل برجله على لعب المقاولين ودي كانت تستحق التعادل وقال إنه كان محمد عادل لازم لو حكم الفار كان لازم يطلب من أمين عمر مراجعة اللعبة أهي الكورة أهي ده الخطأ الأول للجنة الحكام بحسب مصادرنا قالت لنا إنها تستحق الترد شوف الزاوية القريبة كابتل أمين عمر راح وداله إنزار هنا بحسب المصدر في لجنة الحكام كان لازم الكابتل محمد عادل في الفار يتدخل ويطلب من أمين عمر يشوفها في الفار عشان كانت تستحق الترد أهو أهو بس مش عالق مش عالق زي ما اتفقت مع الكابتل جياد بعد شو هيخش يعالق أهو طيب الخطأ الثاني اللي شافته لجنة الحكام بحسب مصادرنا هو عدم احتساب راكلة جزاء للزمالك بعد ما لمست الكرة يد لعب المكون العرب على خط منطقة الجزاء وهم شافوا أو مش شافوا ده القانون بيقول كده يعني إن خط الجزاء يعتبر من المنطقة وبالتالي فهي راكلة جزاء صحيحة واللقطة ايه مع حضراتكم طبعا اللقطة دي هي الأكثر جدلية في المباراة وراح فيها كابتن أمين عمر وتكلم كتير مع الكابتن محمد عادل وفي الآخر الراجل قال إن هو مقتنع إن هي مش ضربة جزاء ورجع ما حسبهاش ضربة جزاء رغم إنه كان واضح برضو إنها حتى إن الكابتن محمد عادل شايفها ضربة جزاء فطبعا لو في خطأ زي ما مصدر في لجنة الحكام قال لنا فالخطأ من الكابتن أمين عمر مش من الكابتن محمد عادل في الفار بص هو حاجة غريبة جدا يعني هو في اللي قاله الكابتن أمين عمر قال إنه أنا شايف ثلاثة اربع الكرة بره وربعها جوه ما هو قدام شفت كده هتبقى ضربة جزاء إحنا محن نفرج عارفين قانون الكرة فقلاص يعني ماشي بس هو عشان تقريبا ما كانش أصلا مقتنع إن الكرة يعني لمسة اليد صحيح هو كان شايف إنه لمسة اليد اللي عب بيلف بجسمه بشكل طبيعي فطبيعي إنها تلمس إدي فهو ده ممكن يكون السبب لكن أكيد الكابتن أمين عمر فاهم القانون كويس مش هنيجي نقوله القانون دي جزئية دي جزئية اللي واحد تستعمل عليها والنهاردة الحلل الجدلية الكبيرة دي مش مستهلة مش مستهلة اللي واحد عمال يقول إحنا بقنا كم يوم في الدورة عمالين إيه نيجي مبسوطين ونجيب أهداف ولقطت حلوة وشغل وبتاعة بس في حاجة النهاردة مش طبيعية اشتركوا في القناة